أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله لا تسفكون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دم بعض وعرابه مثل لا تعبدون وقوله لا تخرجون أنفسكم أي لا لا يخرج بعضكم بعضا قوله أكررتم بالميثاق واعترفتم بلزوم وأنتم تشهدون بأخذ الميثاق عليكم الحمد لله رب العالمين وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون هذه الآية الكريمة في قوله وإذ معطوفة على ما تقدم في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وقوله إذ هنا سبق أن قلنا إن إذ هنا اسم زمان بمعنى وقتا وليست ظرفا أليس كذلك ذكرنا هذا في قوله وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنِ في أول موضع ذكرت وإذ هي في قوله تعالى وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنِ قلنا إن إذ في هذا الموضع ليس الظرفا ليس الظرفا إنما هي اسم زمان بمعنى وقت ويكون المعنى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا وقت إن جائكم هنا واذكروا وقت أخذنا ميثاقكم وهلما جر في كل الظروف في كل وإذ التي جاءت بعد الأولى فإنها ليست ظرفا على الصحيح وإنما هي اسم زمان بمعنى وقت وهي معطوفة على نعمتي في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكروا وقت إن جائكم اذكروا وقت فرقنا بكم البحر اذكروا وقت وعدنا موسى أربعين ليلة اذكروا وقت إيتائنا موسى الكتاب اذكروا وقت قال موسى وأهل المجر إلى قوله تعالى اذكروا وقت أخذنا ميثاق بني إسرائيل اذكروا وقت أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم واضح فيستحذر هذا في كل ما ذكره الله تعالى في تذكير بني إسرائيل قوله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم الميثاق هو العهد المؤكد المغلض والميثاق المذكور هنا هو ميثاق خاص يتعلق بصلة بني إسرائيل فيما بينهم قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم يعني لا يقتلوا بعضكم بعضا هذا معنى قوله لا تسفكون دماءكم قال لا يسفكوا بعضكم دم بعض وذلك أن الله حرم على بني إسرائيل الدماء عموما والدماء فيما بينه وكتب عليهم وكتب عليهم في الكتاب النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن كما ذكر الله تعالى في ما قصهم من شأن بني إسرائيل وما كتب عليهم في ذلك لا تسفكون دماءكم هذا الأمر الأول في الميثاق الأمر الثاني في الميثاق ولا تخرجون أنفسكم من دياركم قال أي لا يخرجوا بعضكم بعضا من دياركم يعني من مواضع نزولكم والديار تطلق على المنازل المدن والأحياء والقرى وتطلق على المساكن الخاصة لكن المساكن الخاصة في القرآن تسمى بيوتا في الغالب والديار هي المواضع النزول العامة كالقرى والأمصار ونحو ذلك فقول لا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا يخرجوا بعضكم بعضا من مواضع سكنه والسبب في هذا أن بني إسرائيل أخذ عليهم هذا الميثاق وخالفوه خالفوه حيث إن اليهود الذين كانوا ينزلون الذين نزلوا المدينة انقسموا في التحالف إلى قسمين قوم حالفوا الخزرج وآخرون حالفوا الأوس فكان إذا وقع بين الأوس والخزرج قتال ناصر اليهود حلفاء الخزرج الخزرج على الأوس وعلى اليهود المحالفين للأوس فحصل منهم قتلوا بعض اليهود وإخراجوا بعض اليهود من ديارهم ولذلك ذكرهم الله تعالى في هذه الآية قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أي بالميثاق واعترفتم به وأنتم تشهدون أي بما أخذ عليكم من الميثاق بعد أن ذكرهم الله بهذه الأهدين وهذه الأمرين الذين أخذ عليهم فيهم الميثاق ذكر ما كان من عملهم في شأن هذا الميثاق قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم إذن أي شيء حصل نقض الميثاق وعدم الوفاء به هذا الذي حصل منهم وإذن قال ثم أنتم هؤلاء يعني الذين أقررتم وأنتم تشهدون حالكم في الميثاق تقتلون أنفسكم يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان نعم قوله هؤلاء هؤلاء منصوب على التخصيص بفعل مضمر وقال ابن الباذش يعني تقديره ثم أنتم أعني هؤلاء فمنصوب على التخصيص بفعل مضمر وقال ابن الباذش مبتدأ وخبره أنتم هذا الوجه الثاني فيكون تكون الجملة هؤلاء أنتم فأخر المبتدأ عن الخبر نعم وتقتلون حال لازمة تم بها المعنى نعم حال لازمة من من المبتدأ من المبتدأ أو من الخبر هؤلاء أنتم هؤلاء أنتم تقتلون من تمام المبتدأ الخبر حال من ماذا حال لها صاحب هم اللي هو هو المبتدأ المبتدأ المؤخر ويصلح أن تكون حال من الخبر المؤخر نعم وقوله تقتلون أنفسكم كانت قريضة حلفاء الأوس والنظير حلفاء الخزرج وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه وينفيه من موضعه إذا ظفر به فهذا جمع به المخالفة لما أخذ عليهم فيه الميثاق تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان نعم كمّل كمّل أصبر يا أخي كمّل قوله تظّه 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 تظّهرون هذه قراءة تظّهرون أي تتعاونون وتفادوهم تظّهرون تظّهرون عليهم بالإثم والعدوان بالإثم والعدوان الإثم المخالفة للميثاق والعدوان الاعتداء على الخلق يعني هذا إثم لنقض الميثاق وعدوان بالنظر إلى ما حصل من ضرر في سفك الدم والإخراج من الديار نعم وقوله تفادوهم قرية بالألف وبحذفها والمعنى واحد وكذلك قال وَيَأْتُوكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهم نعم وكذلك أُسَارًا بالألف وحذفها جمع أسير طيب هذا تعجيب من حال هؤلاء حيث إنهم يسفكون الدماء ويخرجون من أخذ عليهم العهد أن لا يخرجوهم من ديارهم بل ويظاهرون على إخراجهم ثم إذا وضعت الحرب أوزارها و حصل أسر لفريق من اليهود عند خصومهم فادوهم فادوهم أي بذلوا المال لفكهم من الأسر فيدفع اليهود من بني النظير مالا لحلفائهم من الخزرج ليفكوا أسارق قريضة والعكس فهم يبدلون المال ليفكوا الأسارة من اليهود من يد حلفائهم من يد حلفائهم ولهذا جاء بها تعجيبا لشأنهم ويأتوكم أسارة يعني من أخذ عليكم العهد أن لا تقتلوهم ولا تخرجوهم من ديارهم تفادوهم وهو محرم عليكم ثم جاء بيان المحرم قال وهو محرم عليكم إخراجهم نعم قوله وكذلك أسار بالألف وحذفها جمع أسير وقوله وهو محرم الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره محرم وإخراجهم بدل أو الضمير للأمر والشاء وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره والجملة خبر الضمير قوله وهو محرم الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ خبره محرم واضح وإخراجهم بدل وهو محرم عليكم إخراجهم بدل من محرم والبدل يقع في عوض المبدل عنه والمعنى وهو إخراجهم يعني المحرم عليهم إخراجهم قال أو الضمير للأمر والشأن يعني هو أن هذا ضمير الشأن وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره والجملة من المبتدأ والخبر خبر الجملة خبر خبر المبتدأ في قوله تعالى وهو محرم عليكم إخراجهم نعم وقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب فداؤهم الأسارة موافقة لما في كتابهم لكن المعنى واضح المعنى أن قوله تعالى وهو محرم عليكم إخراجهم هذا بيان لما وقعت فيه المخالفة الذي وقع فيه التعجيب حيث يفادونهم والحال أنهم يخرجونهم مع أخذ الميثاق عليهم بعدم الإخراج قال بعد ذلك قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب فداؤهم الأسارة موافقة لما في كتابهم وقوله وتكفرون ببعض القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتابهم طيب قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب فسره بمفاداتهم يعني ما وقع من فدائهم هو مما أمروا به فكانوا يمتثلونه فسمى الامتثال به إيش إيمانا ولما كان إخراجهم محرماً عليهم وقد فعلوه سمى إخراجهم كفراً فقال وتكفرون ببعض فالكفر هو المخالفة لما أمر الله تعالى به من القتل والإخراج مخالفة لما في كتابه والإيمان هو مفاداتهم الأسارة موافقة لما أمروا به وهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان على دخول الأعمال في مسمى الإيمان حيث سمى الله تعالى امتثال الأمر إيماناً ومخالفته كفراً وهذا مما يرد به على المرجعة المرجعة الغلات الذين يخرجون الإيمان يخرجون العمل من جنس العمل وكذلك الذين يقولون يكفي في الإيمان المعرفة أو مرجعة الفقهة الذين يخصون الإرجاء بإخراج جنس العمل من مسمى الإيمان هذا يرد على المرجعة بنوعيهم الغلات الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة والمرجعة الذين يعرفون بمرجعة الفقهاء وهم الذين يخرجون جنس العمل عن مسمى الإيمان فإن الله تعالى سمى الامتثال إيماناً والمخالفة كفر وهذه القضية قضية من المهمات في مساء الاعتقاد إذ إن من صور الانحراف في الإيمان انحراف المرجعة وهو يقابل انحراف الخوارج والمعتزلة الذين ينفون الإيمان بانتفاء بعض خصاله وأعماله فإنهم قابلوا بدعة الإرجاء بنفي الإيمان عن من اختل في عمله بعض خصاله وأولئك أثبتوا الإيمان الكامل مع تخلف الأعمال وكلهما على ضلالة والطريق الوسط الذي دل عليه الكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة من أن الإيمان قول نعمل يزيد بالتقوى وينقص بالزلل وفي هذا هذه الآية دليل على تسمية القتل كفرا فقد جاء ذلك مصرحا به في السنة في قول النبي صلى الله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وجاء أيضا في حديث جرير بن عبد الله حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض أما تسمية القتل في القرآن كفرا فهذا دليله في قوله تعالى وتكفرون ببعض والمقصود بذلك القتل وإخراج المؤمنين من ديارهم بغير حق وفي قوله تعالى وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ من دياركم فخرج خروج طوعي الذي يخرج مثلا لكاسبرزق أو طلب علم أو غير ذلك يجد أعلاما لكن ليس كمن يخرج من دياره من غير اختيار هذا خروج أي نعم هذا خروج وليس إخراج الغربة قرب قوله خزي الجزية أو الهزيمة لقريذة والنظير وغيرهم أو مطلق قوله تعالى أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة نعم قوله لهم في الدنيا نعم ذلك نعم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا قال الجزية أو الهزيمة لقريذة والنظير وغيرهما أو مطلق والأصوب أنه مطلق يشمل ذلك كله وغيره فذكر الجزية أو الهزيمة إنما هو تفسير للآية بالمثال والخزي أوسع من ذلك وهو كل ما يعاب به الإنسان وينقص فالخزي نقص وعيب يدرك الإنسان قال خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون فجمع الله تعالى عليهم العقوبتين العقوبة في الدنيا بالخزي ويوم القيامة بالعذاب ثم جاء التهديد في عدم امتثال أمر الله تعالى وحفظ ميثاقه بقول وما الله بغافل عما تعملون فهو جل وعلا بما يعمله العباد محيط لا يخفى عليه شيء من شأنهم ثم عاد فقال في بيان جرم أولئك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يعني هؤلاء الذين وقع منهم ما ذكر الله تعالى حقيقة أمرهم أنهم أخذوا الدنيا مقابل الآخرة فجعلوا الآخرة ثمنا للدنيا ثمنا للدنيا بمعنى أنهم أعرضوا عن متاع الآخرة بالإقبال على متاع الدنيا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نقف على قولي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد